طيب نتكلم الآن عن character type character type وهو عبارة عن نوع بيانات راح تستخدمها انت عشان تتمثل حرف او رمز طبعا احنا عندنا character و string character هو حرف او رمز واحد بينما string وهو عبارة عن مجموعة احرف عبارة عن نص يعني فاذا كان عندك انت حرف واحد او رمز واحد وحابة تمثله في برنامج اس وفت فانت راح تستخدم type character مع انه نادرا راح نستخدم هذا شيء كون انه كل لغات البرمجة في العالم الحقيقي دائما اكتر type راح نستخدم وهو string تمام ولكن ايضا لو حتشت في يوم من الايام الى character فهو متوفر به Swift طبعا عشان اعرف احنا character راح يكون طبعا عندي double quotes ما هو بزي لغات الثانية عندنا single quote لا اذا كان عندي character واحد وحابة مثلا بسوفت كcharacter فانا اسوي double quotes واضع character المطلوب تمام والtype هو عبارة عن structure character تمام طبعا نفس ما اعطيتكم هنا انه ما في عندنا single quote ما هو بمسموحة شيء بسوفت راح يكون direct عندك خطأ اوكي واذا حطيت اكثر من character تمام جوات التنصيص راح يعتبره Swift او راح تعتبره Swift كstring فبالتالي راح يكون عليك خطأ تمام string اوكي او لم يكون عندي double quotes وجواتها حتى ان شاء الله حرف واحد by default دايما قايز double quotes in Swift راح يتم اعتبارها string type الارقام لو تذكرون تعتبر وشه integers والفواصل تعتبر وشه تعتبر double اي تنصيص يعتبر بالswift وشه يعتبر string حتى لو كان وشه حتى لو كان حرف واحد اوكي هذه اول شيء لازم تكون فاهمة تمام فلو جيت هنا وعطيتكم type of a بتلاحظون هذا بيكون string اوكي بتقول طيب نعم فهذا بس character واحد لا اهو string تمام باللغات الثانية لو زي مثلا جافة لو حابين عبر عن character تذكرون كنا نقول شيء زي كده بس soft هالشيء مو موجود فيها اوكي فرح يكون عندي compile time error تمام طيب اوكي اذا كنت حاب عبر عن الاي كسترنج يعني ما كنت ابغى استخدم مثلا اه سري كنت احب عبر عنها ككاركتر عادي راح تسوي type annotation راح تقول character فالآن اصبح type تبع الاي اه character بمعنى صار بامكانك الان منادات الميثود الخاصة بالobject character اوكي اللي هو الاي تمام طبعا في مثودات راح نتكلم ان شاء الله عنها في التفصيل كيف انو نسوي string processing وكذلك character processing او معالج للنصوص كون الشيء يعتبر طبعا مهم تمام طيب اه باي ديفولت زي ما حكيت لكم اكثر من حرف يعتبر اه string اه بلاس بلاس انو لو جيت قبل شوي هنا شايفيه الكاركتر ده لو حاولت ان يعطي اكثر من حرف راح يكون عندي كام ارور اوكي لانه يفترض يكون في حرف واحد او رمز واحد فقط تمام فايا يعتبر هاشي مرة مهم تمام طيب اه باي ديفولت بسوفت اكثر من حرف واحد جوات double quotes يعتبر string تمام اه كذلك اه باي ديفولت القيمة اللي تكون مضمنة جوات ال اه الكوتس هي تعتبر ماذا تعتبر string اوكي زي ما شفتم الحين لو كان عندك ديفولت ديفول كوتس جواتها اكثر من حرف فاي هي string لو ما حددت type فهو implicitly يعتبر كذلك يعتبر كذلك string زي ما تشوفون هنا تمام طيب اه بالامكان انو احنا نسوي كاركتر زي ما شفتم قبل شوي او حتى باستخدام الانشيلايزر الخاص بي الكاركتر زي هزي اي نوع بيانات اخر اوكي فبمعنى انو عادي انت تقدر اه هنا تيجي تقول فار اي مثلا تساوي اوكي كاركتر اوف بتبدأ تعطيني اوكي فيا الان ينفع انو احنا نسوي اه بياخذ الكاركتر هذا بيحطه جوات ال اي ولكن بتلاحظوا انو ما جيت وحكيت لالتايب انو بيكون اي لا خلاص مباشرة اخذ هذا الكاركتر وعمله او تحويل تمام في شيء مهم لو خذينا اكثر من حرف تمام وصويت الانشيلايزر كاركتر اوكي الان صار هذا استرينج وانت قاعد تعمل لك كارجن فيكون عندنا ران تايم ارر اوكي بمعنى انو القيمة هذه ما ينفع انها تتحول الى كاركتر اوكي فهذا لما تحب انت تسوي كاركتر واحد اوكي لانو ما ينفع انك تجي تسوي هزي كده كون هذا راح يعتبره الحين استرينج اوكي فاذا حاب انو تقول انو هذا كاركتر فوقتها راح تطيني تايب انو تستخدم طبعا ام الكاركتر اللي قبله شوي طبعا هي الكمبيلر راح يساعدك في انو بيقول لك خطأ افضل من الطريقة اللي قبله شوي لانو بيكون الخطأ في الكمبيلش موش في الراين تايم تمام فهذه بعض الطرق اللي انت تسوي من خلالها او بجيك كاركتر زين سو اذا هذي طريقة تعتبر باستخدام الانشيلايزر هذي طريقة تعتبر صحيحة بالنسبة لي اللي هنا وشي يعتبر لاحظوا ما وضعت لما جيت في الكاركتر 3 ما حدت انو هذا بيكون اه كاركتر سوى باي ديفولته بيكون استرينج لما احاول اضع اكثر من حرف واقول ان الطائب حقه كاركتر يكون عندي كمبايل تايم ايرر اوكي ولو استخدمت الانشيلايزر اش بيكون ران تايم ايرر تمام طيب اه اسوفت لغة تدعم اليوني كود اوكي اي يوني كود كاركتر ما في ذلك الامو جي ما في ذلك الرموز الغريبة اللي تشوفونا في الماتماتيك صغيرها السوفت تدعم كل هذا الاشياء سواء في الكاركترز او سواء في النصوص ففي الكاركترز لو تذكرون باليوني كود عادي نحط سلاش يو رمز اليوني كود بعد كده نفتح قوسين متعرجة ونحط هنا الكود او الرمز الخاص بهذا الكاركتر طبعا اكيد انتم ما رح تحتاجوا تحفظونها ولكن لو بتبحثوا بس في جوجل اوكي بتدخلوا على هذا الموقع اللي هو اليوني كود تايبل دوت كام اوكي بتلاحظوا كل الرموز موجودة موجودة هنا فعادي انت تقدر تاخد الرمز وسوفت رح تفهم هالشياء وتبدأ تعبر عن الكاركتر اللي انت اخترته سواء حروف عربية ماتماتيكس حروف هندية صينية وديفر اي رمز يخضر في بالك كيوني كود راح اتحصل فلو اخذينا هالرمز اوكي هذا هو اليوني كود حقه اوكي هذا اليوني كود اوكي اللي هو زيرو سكس اي اي فاذا كنا حابين عبر عنا في البرنامج اوكي فرح نيجي نقول بار اي تساوي ايش كنا نقول رح نضع سلاش اوكي يو بعد كده نفتح الكيرلي بريسز واش كان الرمز اي 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 اوكي اي اي اذا زيرو سيكس دول اي اوكي بتلاحظ قائز هادة الرمز عليمين اوكي فيا سوفت ماتت تدعم اي كاركتر كان طبعن حتى لو خديتم هادا الكاركتر وضعته اا ستل يدعم اوكي لو خديته هنا بدون ما اني احطوا الكود حقه ستل يوتبر صح ان سوفت اوكي سو لو بنجي نشوف عليمين هذا هو عليمين تمام اا بلاس انه بالامكان استخدام الاموجي اي اموجي كان لو اروح فوق على اختار اموجي. امثلا هذا الاموجي. اوكي فسوفت تدعم هالشي. سواء كان في النصوص او حتى كان في ام في النصوص او حتى كان في بمعنى انه اي اوكي تمام يعني اي شيء نقدر احنا نحطه زين انه يعني بالنسبة للتعالجها على انها يونيو كود تمام. فيا هذا بارا عن السنو مان. لو تشوفونا هنا هذا الكاركتر او الاموجي تبع عالم السعودية. هذا التبع يونايتل السيت. اوكي لاحظة اليونيو كود حقها جاي بهذه الصورة تمام. فاشي الهدف يعني من هالكلام انه ابيك تفهم بس انه تقدر انت اتمثل اي كاركتر كان. اوكي وحتى الاموجي بالامكان استخدامها كا ايدنتفاج استذكرون يعني قلنا هالشي مسموح. اه طبعا سوفت الكاركتر اوكي وعندها وعندها نستخدمها عشان نسوي او معالجة او حتى كوري نستعلم عن بعض الاشياء في هذا. مثلا لو حابين تشوفون راح ندرس الشابتر كامل على هالكلام لا تشيلوهم. لو اخذيت مثلا هذا الكاركتر. اوكي طبعا لازم اني اقول او بيكون تمام. اه لاحظوا المسودات المتاحة عندنا بالكاركتر. كذلك 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 بمعنى هل هو جاي هل بالامكان انه يكون مثلا او مثلا هل هو رمز عملة. اه كثير كثير اشياء. هل هو لتر وكي طبعا راح يرجع لي هنا. فهل هو هالشيء لتر حرف. يب راح يطيني اترو. وفي ميتودات كثيرة ما راح تكلم عنها الحين. كون انه هذي بتكون في تشابتر لحالها. ولكن نقدر نسوي هالشيء. اه از ابر كيس. هل هو جاي ابر كيس. اذا كان يدعم اساسا هل هو وايت سبيس. اه هل هو نمبر. وكذلك هذي كلها اه خصائص نقدر احنا نعديها تعطيني بولين او بوس يعني تسوي كوريس تعلمنا وتلاحظون تمام. اه كذلك عندنا اه اهم مثال اللي هو الاور كيست اوكي راح يحول لي الى برجالي سترينج وتلاحظوا الطايب هنا شايفين. راح يرجع لنا بحوله الى حرف صغير بعد كده يبدأ يا رجالي. بس انتبه هنا الطايب راح يكون ايش? راح يكون اه سترينج اوكي فلو بتشوفوا طايب اوف. سوري طايب اوف. اه اوكي. اه بتلاحظوا انه سترينج حايتين كونو شفتم المثال قبل شوية من ريتين طايب حقها اه كان يقول لي سترينج. اوكي سوا ايش اللي تشوفوا بس معي هنا انه فيه اه ميتودات وفيها اه اه بروبارت ازن كدر راح نستخدمها عشان انسوي الى اه اتايب كاركتور تمام. اعودكم راح ندرسها بالتفصيل. ما هي بصعبة اساسا اوكي بس عشان تكونوا ملمين فيها اوكي.